لم يغب عنهم مشهد التلاميذ في البصرة الذين راحوا ضحية حوادث الطرق المميتة ذوي الطلا في مدارس محافظة ديقار يستصرخون الجهات الحكومية قبل وقوع الكارثة خوفا على أبنائهم من حوادث الطرق بالقرب من مدارسهم بإنشاء جسر أو مدرسة لخطورة الشارع سايدين من الكوت إلى الناصرية وذلك لخطورة تأسيا بالحادث الذي حدث قبل يوم في محافظة البصرة وراح ضحيتها خمسين طالب نرجو النظر والاحتبار في هذه المشكلة مشكلة ذات الطلاب والأهالي ويتحدث الأهالي عن حوادث مرورية تحدث بين الحين والأخر في الطريق الذي يربط قضاء الغرار بمدينة الناصرية والذي يحتوي على العديد من المدارس في الطريق السريع دينا مدرسة جسير مدرسة مدرسة وهي كل الطلاب موجودة ذاك الصوم الآن عبدالله ها تشوف كل من أبوية احنا دوام دوام عندنا يومية دوام عندنا يومية نجي ناخذ أطفالنا ونرجح ما هاي عكاستي وهذا يومية لا شغل ولا عمل اخذ الفروق الصبح وارجح مضو وبحسب دوي التلاميذ فإنهم ناشدوا الجهات المعنية مرات عديدة لكنهم لم يحصلوا على استجابة مطالبين بإيجاد الحلول العاجلة من خلال إنشاء الطرق الخاصة للعبور وكذلك جسور للمشات للحفاظ على أرواح أبنائهم ويبقى السؤال الأبرز متى تتحرك الجهات المعنية بخطوات استباقية قبل حصول الكوارث والاستفادة منها لكن الحلول دائما ما تأتي متأخرة في بلد اعتاد على الويلات والأزمات لقناة التغيير الفضائية سلام السرهيد ديقار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر